اشتركوا في القناة وعند السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين وبهذه المناسبة نقل سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية تحيات جلالة الملك المفدى رئيس الفخري للمؤسسة إلى كافة الأيتام وأسرهم وثم ناسمه توجيهات عاهل البلاد المفدى في الرعاية الأبوية الكريمة واهتمامه بأبنائه الأيتام في مملكتنا الغالية وحرص جلالته على عمل المؤسسة الخيرية الملكية وتوفير كافة أشكال الخدمات والرعاية المتميزة للمنتسبين بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة مؤكدا سموه أن جميع العاملين في المؤسسة الخيرية الملكية يعملون بجد وإخلاص وتفان لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى لتوفير أفضل الخدمات ورعاية للمستفيدين متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية والتوفيق والسدد ووجه سموه رسالة دعم وتشجيع إلى أبناء المؤسسة الخيرية الملكية متمنيا بأن يتقبل الله طاعتهم في هذا الشهر الكريم وحث سموه الطلاب على الجد والاجتهاد والعمل النافع ليكونوا أبناء بررة مخلصين يعملون تحت راية مليكهم في ظل حكومته الرشيدة بقيادة سمو رئيس الوزراء الموقر وبمؤذرة سمو ولي العهد الأمين اشتركوا في القناة جميل أن يولد الأمل في سماء من فقدوه والأجمل أن ترسم ابتسامة في محيط كل من يفتقد معيلا يعينه أو يسانده في مجتمعه الذي يؤويه فتلمس أحاسيس الآخرين والشعور بها هي اللغة التي جاء على إثرها اللقاء السنوي للمؤسسة الخيرية الملكية لتقوم بدورها التشاركي الفعال الذي يرتكز على البعدين الأخلاقي والخدمة المجتمعية في رعاية الأيتام وأسرهم كلنا فخر واعتزاز بانتماءنا لهذه المؤسسة العريقة وزود على هذا العمل المشرف الذي تقوم بهذه المؤسسة بتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة يعني اليوم الحمد لله من أقصى الشرق إلى أقصى القرب المؤسسة هذه تساهم وتساعد الأخوان المحتاجين في الداخل وفي الخارج هذا بحد ذاته شرف كبير محظوظين نحن نكون من ضمن هذه المؤسسة بهالكوادر الموجودة عندنا اللي وصلونا للعالمية وصلوا لهذه المؤسسة أنها تصبح مؤسسة قادرة ليس فقط في المساعدات بل لإدارة منشآت ومؤسسات أخرى خارج مملكة البحرين المؤسسة الخيرية الملكية هي من استندت عليها المسئولية المجتمعية فالتوسع وتأصيل ممارسات الرعاية المجتمعية على تعدد أشكالها أمر له ذلك الوقع الكبير والدور الهام في تماسك المجتمعات وترابطها واستمرارية اللقاءات جلالة الملك وسموه شيخ ناصر لأبنائهم الأيتام يعطيهم الحافز يعطيهم التشجيع ينصحونهم على الدراسة على الاهتمام ويكونوا الناس صالحين في المستقبل فلقاء الأب مع أبنائه والتصوير معه وتناول الأكل معه كل أشياء تقوي الروابط العائلية بيننا وأبارة عن تتويج لحمل مستمر على مدار السنة في رعايتهم من ناحية الصحية من ناحية الاجتماعية من ناحية جميع النواحي وبرامج وأشياء فبالنظرة سموه شيخ ناصر يطمئن على هلف ألهامه في المجتمع ويكون فرصة علشان نتكلم شوي عن أعمالنا مشاريعنا مثلا في البحرين مشاريع معروفة من جميع النواحي رعاية شاملة بس أيضا في الخارج خلال السنة حبيت أشكر سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة على الفعالية حلوة لليم سموها استنس اليوم وشفت شيخ ناصر واشكره على كل شيء صورت مع شيخ ناصر واستنسنا معه يعني والمرة تصور معي الحمد لله فعالية اليوم وارد واستنس فيها خصوصا أنه كان على الطاولة كان في أشياء وارد وايد جميلة كان مثلا فيها كان في ألعاب وكان فيه وايد استمتاع أول ما دخل سموه شيخ ناصر زاد الاستمتاع زاد الحماس وايد شيء سنن هو سوى الفعالية فنشكرك الشيخ ناصر رسالة دعم وتشجيع قدمت في هذا اللقاء ولكل من يقف مع المؤسسة الخيرية الملكية لتأدية رسالتها النبيلة أخذ نصيبه الوافي من التكريم المستحق لسيما في تسليط الضوء على أنجع الممارسات في المجالات المسؤولية المجتمعية لصون حقوق الأيتام ورعايتهم على أكمل وجه إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين